ومنحناها معنى الكلام ده كل كانت سين اتنين اكبر من سين واحد فمعناه ان دالت سين اتنين اكبر من دالت سين واحد ويقول للدالة في الفترة اذا كانت قيمة صاد تتناقص كلما اذا هيدت قيمة سين يبقى معنى الكلام ده بمعنى ان كانت سين اتنين اكبر من سين واحد فان دالت سين اتنين اقل من دالت سين واحد يبقى انا اخدنا من دوت قاعدة اهمة ايه قاعدة اهمة ديات اذا كانت دالت شرطة سين موجبة في فترة ما فان الدالة صاد دالت سين تكون تزايدية يعنى بس دالة من النتيجة بتاعتي من القيمة لدالت شرطة سين بسلوك الدالة اضراع في الدالة دي تزايدية او تناقصية والعكس اذا كانت دالت شرطة سين سالبة في فترة ما فان الدالة صاد بتساوي دالت سين تكون تناقصية في هذه الفترة ان الدالة بتاعتي ممكن تتعارجح ما بين التزايد وبين التناقص بس الفترات مختلفة دالت سين تتعارجح ما بين التناقصية كلام دا كله هتساوي هتساوي تلاتة او المشترك برة هتفضل لكوس في سين تربية ناقص 4 سين زائد 3 الجزاء لسين تربية ناقص 4 سين زائد 3 هتحلله يبقى الناتب بتاعي اللي دالت شرطة سين هتساوي تلاتة وافتح كوس سين ناقص 3 أفر كوس وسين ناقص مضروف سين ناقص 1 يبقى اذا دالت شرطة سين اللي تخليها تبقى بتساوي سفر يبقى بنسبة سين ناقص 3 او سين ناقص 1 يبقى عندنا يبقى سين من المعادة عنها سين بتساوي 3 دي بتاعي منين من سين ناقص 3 بتساوي 0 والمعادة تانا كبتقولي سين ناقص 3 بتساوي 0 يبقى سين بتساوي 3 او سين بتساوي 1 بما ان معامل سين تربية لو بساوي 3 دوت ما يقوله اكبر منين اكبر من السفر يبقى شاط الدل بتاعتي هكون شكلها كتاب ايه؟ شكلها كتاب محلوه الدامي حيث يبقى شارة الدل بتاعتي اشارة تزايدية انها تنقلت من سفر لوسين بساوي 1 بما دي بتساوي 3 يبقى في حالة ايه؟ في حالة تزايد ايه ان الدل بكون تزايدية في الفطرة الاونية لكن الدل بتاعتنا فيها ايه؟ بكون تنقص 2 من 1 ل3 ماشي وتزايدية في معادة ذلك يعني هي الدل بتاعتي باستثناء الفترة ديت بيكون ايه؟ بيكون الدل بتاعتي في حالة تناقص الا الفترة دي بيكون في حالة تزايد مشاكنا حضطلك عليها كوس مفتوح يعني باستثناء الواحد وتلاتة بيكون الدل تزايدية بناخد تمرين تاني على بحث لك الدل ولك ابحث تزايد او تناقص الدل الاتية على مجاليها دل تسين بتساوي سن تربية نقص 2 سن زائد خمزة أعطوه بقدر شرطة سين هتساوي 2 سين ناقص 2 يعني بتساوي نخط المشترك بتساوي 2 مضروف سين ناقص 1 يبقى دلت شرطة 0 أنا هوا في المعدة بتاعتي اللي هي 2 مضروف سين ناقص 1 كل 0 يبقى سين هتساوي كمشان تحقق المعدة سين هتساوي 1 يبقى تكون شرطة الدلة هي نزيل مرسومة قدامك يبقى دي عندي شرطة الدلة عندي في حالة تزايد من اتجاه ما ينهيه وفي حالة تناقص في اتجاه ناقص ما ينهيه يبقى دلت بتاعتنا بيكون تزايدية في الفترة من ناقص ما ينهيه الواحد ويكون الفترة بتاعتي تزايدية في الفترة من واحد إلى ما ينهيه يبقى الفترة بتاعتي من من واحد للناقص ما ينهيه دي فيكون في حالة تناقص أما في الفترة التانية لو انه من واحد الى مال النهية مش ناس مال النهية بيكون الدلة بتاعتي في حالة تزايد هنديد دلوقتي سلوك اخر من سلوكات الدلة هناخد ايه انا اخد بقى حاجة اسمها النقطة الحالية طب ايه النقطة الحالية لو عندنا الدلة دلة المزدال قابل الاشتكاك في الفترة فترة معينة في ان الفترة الدخلة لان هذه الفترة يكون عندها دل شرطة سين بتسوي سفر اينا عندي فترة ثم ما النقطة الحالية بتاعتها النقطة الدخلة لها بيكون عندها دلة شرطة سين بتسوي سفر تسمى النقطة ديت نقطة حالية للدلة ديل نول تاني يبقى يكون عندنا دل شرطة سين بتسوي سفر في فترة معينة ودخلة جواها يبقى بالسماية دي الفضل الحارجة طيب ناخد مثال عشان نوضع بيه الكلام ده وقت بقولك عين النقطة الحارجة للدالة الدالة دال ثم عين نوعها من حيث كونها عظمة محلية او عظمة محلية ان وجدت ان وجدت ايه فيها عظمة ولا فاش عظمة يعني شوف انا هل هي عظمة محلية او صغرة محلية ده السين بتساوي ستة ناقص سين ناقص ثلاثة كل تربيه ايه ما الدالة بتاعتنا اجيب لها ايه نقطة حارجة واحدد عظمة محلية واحدد صغرى محلية ده لو فيه ده بنشوف انا اخد المشتقة الاولى ده الشرطة سين هتساوي ايه ناقص اثنين سين ناقص ثلاثة يبقى ايزا انا اخد ده الشرطة سين اللي بتساوي ناقص اثنين مدروف سين ناقص ثلاثة بتساوي سفر يبقى سين بتساوي كام سين بتساوي ثلاثة يبقى دالة سين اللي هي بتساوي ستة ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة كل تربيه بتساوي كام بتساوي ست يعني انا جبت سين وجبت دلة سين يبس ان الدلة لها نقطتين حرجة يكان بقى تلاتة وست لان هما نقطتين دول اللي خلوا الدلة بتاعتي بحط الاشتكاج او الدلة الأساء بتاعتي ما لهم بتساوي قيمة السفر يتفهمت وسط يعني النقطة لإيه الحرجة نقطتين اللي هو بالفترة من تلاتة النقطة تلاتة والنقطة ست طيب تلاتة وستة دول هي نقطة عظمة محلية للدلة ديل من الدلة التلاتة بتساوي ستة هي قيمة عظمة محلية للدلة ديل يبقى نقطتين دول باشوف مين فيهم الكومة الأكبر اللي قتلت عندي الكومة ستة يبقى الدلة بتاعي التلاتة بتساوي ستة قيمة عظمة محلية للدلة ديل طيب بالنسبة القيمة العظمة المطلقة والصغرى المطلقة عايزين نقدر نعمل الحسابات ليهم هناخد دلوقتي كيفية حساب القيمة العظمى المطلقة والصغرى المطلقة لو انا عندي دال للدال معرفة على الفترة من الف وبي فانه الحساب قيمتها العظمى والصغرى المطلقة نعين نقطة حرجة لها ثم نوجد قيمة الدالة عند هذه النقطة وكذلك عند الطرفين الف وبي في حادية نحصى عليها نحصى على مجموعة القيم وكون اكبر قيمة ديها هي قيمة العظمى المطلقة واثغر قيمة هي القيمة الصغرى المطلقة ناخد تبنيا على كلام دوت عشان يوضح المفاهيم السابقة لك اوجد القيمة العظمى المطلقة والصغرى المطلقة للدال لدال هايسو الدالة بتاعتنا دال سين بتساوي سين تكايب نوع 6 سين تربية زائد 24 سين ومديني الفترة بتاعتي من 0 ل 6 انا من الاول حاجة هنجيب دال شرطة سين هتساوي 3 سين تربية نوع 18 سين زائد 24 ده بالنسبة المشتقى الاولى بتاعت الدالة بتاعتي نشو بقى تساوي كم ناخد 3 عام مشترك ونفتح قوس يبقى سين تربية نوع 6 سين زائد 8 ونقفل القوس بتاعتي سين تربية نوع 6 سين زائد 8 هتحل اللي ايه هتحل اللي سين نوع 4 مدروف مين في السين نوع 2 يبقى دال الشرطة سين بتساوي سفر يبقى اذا 3 سين نوع 4 مدروف قوسين نوع 2 يبقى سين عندي نوع 4 بتساوي كم بشان تبقى سفر يبقى سين بتساوي 4 وفي الحالة اللي سين نوع 2 بتساوي 0 يبقى سين بتساوي 2 يبقى دالة سفر بتساوي سفر هنعوض بقى هنحط القيم ايه القيم بتاعتي اعوض 0 و2 و4 و6 كل القيم ده تاخدها عوض بيها هو الدالة بتاعتي يبقى كده هنبدأ نعوض بقيم الفترة بتاعتي اللي من سفر الستة وهناخد دالة سفر و2 و4 و6 انا بختار نقاط داخل الفترة بعوض فيها طبعا دالة سفر بتساوي سفر بعوض فين؟ بعوض في المعادلة الاسية بتاعتي اللي هو ده السين طب نعوض بقى في الدالة التانية اللي هي دالة اتنين هتساوي ايه؟ هتساوي اتنين وستري ده كله تجعيب نقص 9 مضروف اتنين كل تربيه زياد 24 مضروف اتنين هنصف الكلام ده هتطلع معانا بتساوي 20 ونجيب دالة اربعة اربعة وستلاتة نقص 9 في اربعة وستلين زياد 24 مضروف اربعة بعد التعويض اللي هي بتساوي 16 ودالة 6 هي بتساوي 6 وستلاتة نقص 9 ستة وستلين زياد 24 مضروفة في 6 بتساوي 36 طب لو انا عايز اجيب القيام التانية عايز اجيب 3 عايز اجيب 5 بس هم حاجة اللي يميني اول فترة وناية الفترة كده انا قدر حدد القيمة الصغرى المطلقة للدالة الفترة ايه؟ سفر وايه؟ وستة ايه قيمة الصغرى المطلقة طبعا اقل قيمة هي دالة السفر ليه بتساوي سفر طب ايه قيمة العظمى المطلقة للدالة بتاعت الفترة ديه؟ همبص في القيمة التالعة اللي ايه اكبر حاجة 36 يبا ايزا دالة ستة لي بتساوي 36 هي دي بتحددلي القيمة العظمى المطلقة للدالة في الفترة من سفر الى ستة يبا انا كده اتبعت خطواتي ان انا كل اللي عملته جبت المشتقة الاولى اللي دالة اللي جبته قيمة السين وهنا طبق قيمة السين اللي انا جبتها اللي هو سفر واثنين واربعة القيمة دي الملتزم بيها بعوضت بيها سفر واثنين واربعة وعندي كده كده الستة اللي هو ناية الفترة باخد الارقام ديه وحطها وعوض بيها في المعادلة للاسية بتاعتي عشان قدر احصل على كل من القيمة الصغرى المطلقة وقيمة العظمى المطلقة للفترة من سفر وستة ناخد تمرين تاني ويوجد القيمة العظمى والصغرى المطلقة للدالة دال دال سين متساوي سين تكايبنا استسعى سين تنبيه زياد 24 سين في الفترة من كام؟ من سفر للتلاتسة اظن بقيت خطوات محفوظة انامل ايه؟ اول حاجة هياخد المشتاقة الاولى هتبقى كام؟ هيبقى للمدالة بتاعتي اللي هو سين تكايب سين تربية زياد 24 سين تلاتة سين تربية ناقص 18 سين تمام زياد 24 هناخد ايه؟ تلاتة عام المشترك هتفضل لي داخل الكوس سين ناقص 4 في سين مواقص 2 يبقى لكل عمدته ووفرت خطوة دي انت بايعملها مش كل خطوة كل ما انت عندك للكة رياضية تلاتة انت وفر خطوات تمام؟ نشوف احنا احنا جبنا المعدة بتاعتنا اتفضل لي سين ناقص 4 ايه العمل السفر بتاعها للسين يبقى السين بتساوي 4 او سين بتساوي 2 طب فيها دلوقتي الاربعة دي بتنتمي الفترة بتاعتي بص كده الفترة الفترة كام؟ الفترة عندي من سفر للتلاتة يبقى ازا كمال الاربعة ديت مالها دي برا لايه؟ برا الفترة بتاعتي طب يبقى انا هعوب بايه؟ يبقى اعوب بسفر واثنين وثلاثة يبقى ازا الاربعة هتبقى مستبعدة لانا لا تنتمي للفترة بي مش عوب بيها يبقى الدالة بتاعتي ديت القيمة العظمة والصغره لها الاربعة دي مستبعدة يبقى اول حاجة عندي فتضالة مين؟ دلت سفر مساوي كاية مساوي سفر بعد كاية دلت مين؟ دلتت مين؟ انا اعوب قيمة اني دل فيهم الدلالة اللي فوق تنساش انا مش هتطهولك ويستبلك انت لتعوب بنفسك ابدأ اعوب في الدلالة الاسية بتاعتي هتطلع الناتج بتاعي 20 بعد كده انا اعوب قيمة كام اللي هي النهاية اللي هي 3 سنة هتساوي كام؟ هتبقى السياف الاخر 18 يبقى انا اخدت اول فترة واول فترة ده اساسي واخدت اثنين واستبعدت اربعة وهنا ليستبعدنا اربعة لان اربعة بالنسبة لنا كان بالنسبة لكيام سين في الدلالة خارج حدود الدلالة بتاعتي اللي هو الفترة المدهينة وتروا مني كده طبعا بسهولة جدا قادرنا حدد القيمة اللي هو عظمة المطلقة للدلالة ديت هي كام؟ دلت كام؟ مش 3 دلت اثنين كمه الصغره؟ كمه الصغره فيش خلاف عليها بالنسبة لنا هي دلت السفر اللي هي بتساوي سفر يبقى انا مقلقش ان دلت اثنين كمه الصغره ودلت اثنين لا مظبوط وما اجي اختار اركز انها بختار الناتج بتاعي اللي هي دلت اثنين اللي هي بتساوي عشرين انا انتقل دلوقتي المشتقات العالية المشتقات العالية في الدولة بتاعتي ليه باخد المشتقات العالية؟ عشان احدد التحدب لاعلى ولا التحدب لاسفل واحدد نقط الانقلاب كل دا من ضمن الحجاب بتاع السلوك الدلت بتاعتي قبل ما اخش لازم نعف عندنا نظرية الاول ايه نظرية فيها انت بتقول ايه؟ بيقولك اذا كانت المشتقة التانية اللي هو دا شرطتين تسين مالعداد المشتقة دي اقل من الصفر في منطقة 100 فان المرحنة يكون محدبا لاعلى في هذه المنطقة يبقى انا بقدر استدل ايه كان دا من المشتقة التانية مش المشتقة الاولى ناخد بانا دال شرطتين تسين يبقى انا باديست في ايه منطقة معينة وليقبت التحدب بتاعي ايه اقل منين من الصفر يبقى اذا بيكون محدبا لاعلى طب اذا كانت دالت شرطتين تسين او الدالت تانية للسين مشتقة تانية اقبى من الصفر اه فان المنطقة اللي لنا شغال عليها في المرحنة بيكون محدبا لاسفل يبقى اسفل بيكون كنت الدالة مشتقة التانية مالها بيكون اقبى من الصفر انما العكس بيحصل لما يكون الدالة بتاعتنا بيكون اقل من الصفر بيكون التحدب الاعلى مجدية التحدد التحدب بتاعي بالنسبة الاعلى او لايه او لاسفل عن طريق مشتقة التانية طب ناخد تعريف صغير كده ولكن النقطة التي تفصل بين منطقتين التحدب الى اعلى و الى اسفل تسمى نقطة الانقلال شيء طبيعي طبعا ان لو عندي مرحنة ماشي السلوب بتاعه مرة تحدب الى اعلى ثم تحدب الى ايه الى اسفل النقطة اللي بنتقل فيها دايت بنسميها نقطة الانقلال لو انا عندي بقى الاشارة بتاع الدالة التانية دايت مضغيرتش قبل وبعد سين واحد يبقى معنى كان دا كله ايه اه معنى كان داوت انه هو مفيش نقطة الانقلال للدالة بتاعتي دايت يبقى الدالة بتاعتي ماشي اتجاه واحد بس ملاش نقطة الانقلال ما حصلش تغير الى اشارة الايه بتاع المشتقة التانية ان التغير في الاشارة هو اللي بيديني ان فيه مرة تحدب الى اعلى او مرة تحدب الى اسفل يبقى اخبت بقى التمانية على كلام دايتشان نقدر نستوعب الملحوظة والتعريف ونظرية اللي احنا كانونا عليهم من شوية ولكن الدالة دال حيث دال سين بتساوي تلت سين تكايب مقص تلاتة سين تربية زى التمانية سين عايز من ايه في التمارين داوت اوجد منطقة التحدب الى اعلى و الى اسفل ونقطة الانقلاب اين وجدت ونقطة ايه اين وجدت يعني ممكن مش فيه نقطة دالة احتمال وارد دالة سين نحط الدالة بتاعتنا الاول قدامنا اللي هو تلت سين تكايب ناقص تلاتة سين تربية زى التمانية سين ونجيب المشتكل تانية ما نجيب الاول الاول نجيب الاول الاول بعدنا نجيب المشتكل ايه المشتكل تانية تادسة يبقى ازا المشتكل واليها هتساوي ايه هتبقى سين تربية ناقص ستة سين زى التمانية دي المشتكل ايه الاولى طب التانية دالة شرطتين سين اه نشتكت دالة نشتكناها الاولى تانية هيديني اتنين سين ناقص ستة طب انا عايز بقى المشتكل التانية ديت عايز اجيب الايه دالسين بتساوي سفر اه يبقى هتساوي اتنين سين ناقص ستة بالسفر انا اخد اتنين عالمشترك بره يبقى سين ناقص ثلاثة بتساوي سفر يبقى ازا سين بتساوي كام؟ بتساوي ثلاثة ايه انا كده اذا بتحدد نقطة بتاعتي بتاعت كنت الدالة طب ثلاثة دايات بالنسبة لنا هرسمها على خط المرحنة عشان قدر حدد اللي شورة بتاعت المرحنة بتاعي يبقى حط المرحنة اذا اللي عايصر المرحنة تبقى سالب واللي عالمية تبقى موجب سالبقى في الراس ما قدامنا يبقى الانقلاب في الموجب فين؟ يبقى المرحنة تحددوه الى اسفل والسالب الى اعلى يبقى معنا كده بقى ان ده الشرطتين سين مالها اقل من السفر بكل من اني فترة الفترة اللي هو ايه من ثلاثة لنقص من الانهية يبقى مرحنة ماله هيكون محددين لعلى فترة ديت يبقى الفترة ديته على الشمال اللي هو اقل من ثلاثة لغايد الى نقص من الانهية ما لديت الفترة دي بيكون تحددوه فيها لعلى طب لو انا عندي بقى في الفترة التانية اللي هو اسين بتاعه اكبر من السفر في الفترة بتاعتي من كام؟ من ثلاثة الى مال الانهية بيكون تحددوه لفين؟ كنت تحددوه الى اسفل ما لديت تحددوه بتاعي في الفترة بتاعتي اللي هو على يمين او على يسار اللي هو النقطة بتاعي النقطة الثلاثة طب ده اللي بقى الثلاثة ديت لو انا عايز اعوض اجيبكو مت بعوض فين؟ في المعادلة الاساسية يبقى ثلت مضروه فيه ثلاثة اقص ثلاثة نقص ثلاثة مضروه فيه ثلاثة اقص اثنين زايد تمانية مضروه في ثلاثة النقطة ده كله تسعة سبعة عشرين زايدة البعة عشرين هتساوي ستة يبقى ازا النقطة لتلاتة وستة هي نقطة الانقلاب يبقى النقطة بتاعت الاحداثة اللي هو ثلاثة ع السنات وستة ع السادات هي النقطة ديت اللي منحنا بتاعنا بينقلب عندها في الدلة السابقة تاني تدريد الهدف منه ان انا استخدر المشتقة تانية عشان اميز من 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 القيمة اللي هي العظمة المحلية والصغرى المحلية ونقطة الانقلاب للدلة ذا السين بتساوي سين تكايب ناقص تلاتة سين تربية ناقص أربعة عشر سين ثاين زائد اين يوجدت مينه اي مين أنهم Julia يبقى عى طول هي اناشتغال هناخد مشتقة الدلة ع ع طول دا الشرطة السين الليه بتساوي تلاتة سين تربية ناقص ستة سين ناقص أربعة عشرين جبنا المشتكة الولى للدل بتاعتي اللي هي هتساوي هناخد ثلاثة برة اعمل مشترك هديك سين تربية نقص 2 سين نقص 8 هتساوي ثلاثة هنحل السين تربية نقص 2 سين نقص 8 هيديني ثلاثة القوص الاولين سين نقص 4 وقوص الثاني سين زائد 2 يبقى عند دلت سين الشرطة سين تساوي سفر يبقى هنوجد قيم سين في المراحل بداعتي دايج هيبقى سين هتساوي ايه نقص 4 سين تساوي 4 أو سين تساوي نقص 2 قيم الدلت عندنا عند مين؟ عند نقص 2 وعند ايه؟ عند 4 انا عوفق الدلل الاساية لا اعوض انت بقى انا كل اللي عملو هديك القيم مع ناطون يبقى نقص 2 هديت لماعك نقص 4 ودل لل4 هتساوي نقص 68 يبقى اذا النقطة انا جبتهم جبت النقطة الحركة بتاعتي ايه نقطة الحركة؟ نقطة الحركة النقطة الاساية بتاعتي اللي هي نقص 2 واربعة تمام؟ ونقطة تانية اللي هو 4 ونقص 68 دي نقطة الحركة اللي ادال لقي دل ماشي هنشتغل ليه تاني بقى عايز اجد المشتقة تانية انا جبنا الايه؟ جبنا النقطة الحركة عايز اجيبني بقى اجي المشتقة تانية اللي هي هتساوي المشتقة تانية؟ هتساوي دل سين هتساوي 6 سين نقص 6 بالتعويض بنقص 2 واربعة اللي نطلعتهم اللي الكوام بتاعت مين؟ بتاعت سين هيديني الكوام ايه؟ النقطة العظمة المحلية والنقطة الصغيرة المحلية هنشوف ازاي اول حاجة عندي المشتقة تانية اللي مين؟ ناقص 2 هتساوي ايه؟ هنعوض على طول في ايه؟ في المشتقة التانية بتاعتها على طول هيبقى ناقص 12 ناقص 6 هتساوي ناقص 18 طب ناقص 18 داية اقل من الصفر اا اقل من الصفر يبقى ما الهداية؟ يبقى ازاي ناقص 2 ناقص 4 نقطة عظمة محلية لين؟ لان هي اقل من 2 من الصفر طب انا عابل الاربعة بقى نشوف سلوك هي ايه؟ اما عابل الاربعة يديك 24 ناقص 6 هتساوي كم دا؟ 18 أكبر من الصفر اللي يديك ايه 4 و 68 ما الهداية؟ دي نقطة صغيرة محلية لان هي اكبر من 2 أكبر من الصفر ايا فراز داوت المشتقة الثانية لدان سين اللي هو ستة سين ناقص 6 انا انا اقل في ايه؟ انا اقل في ايه؟ انا انا اقل في ايه؟ ناخد ستة عام مشترك هتجيني جوا سين ناقص واحد نفس الخطوط ايايه هوجد القيمة بتاعت مين؟ بتاعت العمل السفر اللي يبقى دا المشتقة الثانية السفر بتساوي ايه؟ بتساوي سفر ازاي؟ اه ما حط قيمة في المعادة بتاعتي اللي هو سين مضروف سين ناقص واحد هيبقى سين بتساوي سفر سين بتساوي واحد يبقى دلت واحد انا اعوى بيها ممكن تساوي واحد في الدلة بتاعتي انا دلت دلت السين ذات نفسيها يبقى هيبقى واحد يبقى واحد نقص 3 مضروف واحد كل تربيع نقص 24 مضروف واحد زائد 12 نقص 14 ومنحناها هندرس دلوقتي سلوكيات الدوال ومنحنا بتاعها من ناحية تزايد وتناقص نقط الانقلاب القيمة العظمة النقطة الحارجة دي النقطة اللي احنا نشتغل عليها بالنسبة لسلوك الدلة اولا تزايد وتناقص الدلة بقول للدلة صاد دلت سين انها تزايدية في فترة ما اذا كانت قيمة صاد تزداد كلما معنى الكلام ده كله كانت سين اتنين اكبر من سين واحد فمعناه ان دلت سين اتنين اكبر من دلت سين واحد ويقول للدلة في الفترة اذا كانت قيمة صاد تتناقص كلما زائدت قيمة سين بمعنى ايه كلام دوت بمعنى ان كانت سين اتنين اكبر من سين واحد فان دلت صاد دلت سين اتنين اقل من دلت سين واحد يبقى انا اخدنا من دوت قاعدة اهمة ايه قاعدة اهمة ديت اذا كانت دلت شرطة سين موجبة في فترة ما فان الدلت صاد دلت سين تكون تزايدية يعني بستده اللي من نتيجة بتاعتي من القيمة دلت شرطة سين بسلوك الدلت ادراع في الدلت دي تزايدية اتناقصية والعكس اذا كانت دلت شرطة سين سالبة في فترة ما فان الدلت صاد بتساوي دلت سين تكون تناقصية في هذه الفترة ان الدلت بتاعتي ممكن تتعارجح ما بين التزايد وبين التناقص بس الفترات مختلفة نحو التمرين بقولك ابحث تزايد وتناقص الدلت دلت حيثو دلت سين بتساوي سين دا كايب ناقص ستة سين تربيع زايد تسع سين زايد سابعة كل دا بابحثوا فين في العدد الحقيقية نجد دلت شرطة سين المعدة اللي فاتت هتساوي ثلاثة سين تربيع ناقص اتناشر سين زايد تسعة كل دا كله هتساوي ثلاثة او المشترك برا هتفضل لكوس في سين تربيع ناقص اربعة سين زايد تلاتة هتحلله ناقص اربعة سين زايد تلاتة هتحلله يبقى الناتب بتاعي اللي دا الشرطة سين هتساوي ثلاثة وافتح قوس سين ناقص ثلاثة افرقوس وسين ناقص مدروها في سين ناقص واحد يبقى ازا دا الشرطة سين تبقى بتساوي سفر يبقى بالنسبة سين ناقص ثلاثة او سين ناقص واحد يبقى عندنا يبقى عندنا يبقى كان سين من المعادلة وانه يساوي ثلاثة يبقى كان السين سين ناقص ثلاثة او سين تساوي واحد بما انه معامل سين تربيع لو بيسوي ثلاثة دوت ما يلو أكبر منين؟ أكبر من السفر يبقى أشارة الدلة بتاعتي هكون شكلها كان إيه؟ شكلها كان محلوة دامي حيث يبقى أشارة الدلة بتاعتي إشارة تزايدية إنها تنقلت من سفر لوسين بساعة واحد بقدم تساوي ثلاثة يبقى في حالة إيه؟ في حالة تزايد إيه أن الدلة بيكون تزايدية في الفطر الأونية لكن الدلة بتاعتنا فيها إيه؟ بيكون تناقصها فين؟ من واحد لثلاثة ماشي وتزايدية فيما عدا ذلك يعني هي الدلة بتاعتي باستثناء الفترة ديت بيكون إيه؟ بيكون الدلة بتاعتي في حالة تناقص إلا الفترة دي بيكون في حالة تزايد عشان كنا نحضط لك عليها قص مفتوح يعني باستثناء الواحد وثلاثة بيكون الدلة تزايدية ناخد تمرين تاني على بحث لك الدلة بقولك ابحث تزايد أو تناقص الدلة الأتية على مجاليها دلت سين بتساوي سين تربية ناقص إثنين سين زيادة خمسة أعطوه بقدر شرطة سين أتساوي إثنين سين ناقص إثنين يعني بتساوي خط المشترك بتساوي اثنين مضروف سين ناقص واحد يبقى دلت شرطة سفر أنا هوا في المعدة بتاعتي اللي هي اثنين مضروف سين ناقص واحد كل سفر يبقى سين هتساوي كم شان تحقق المعدة سين هتساوي واحد يبقى تكون إشارة الدلة هي زي المرسومة قدامك يبقى دي عندي إشارة الدلة عندي في حالة تزايد من اتجاه ملاي نهاية وفي حالة تناقص في اتجاه ناقص ملاي نهاية يبقى الدلة بتاعتي أنا بتكون تزايدية في الفترة من ناقص ملاي نهاية الواحد ويكون الفترة بتاعتي تزايدية في الفترة من واحد إلى ملاي نهاية يبقى الفترة بتاعتي من واحد لنقص مال النهاية دي بيكون في حال التناقص اما في الفترة التانية اللي هو انه من واحد الى مال النهاية مش نقص مال النهاية بيكون الدلة بتاعتي في حال التزايد هندي دلوقتي سلوك اخر من سلوكات الدلة هناخد ايه انا اخد بقى حاجة اسمها النقطة الحارجة ايه نقطة حارجة لو عندنا الدلة دلة قابل الاشتكاك في الفترة فترة معينة فان الفترة الدخلة لها هذه الفترة يكون عندها دل شارتة سين بتسوي سفر اينا عندي فترة اماه النقطة حارجة بتاعتها النقطة الدخلة لها بيكون عندها دلة شارتة سين بتسوي سفر تسمى النقطة ديت نقطة حارجة للدلة ديل نول تاني يبقى يكون عندنا دل شارتة سين بتسوي سفر في فترة معينة ودخل جواها يبقى بتسمى ديت فترة الحارجة طب ناخد مثال عشان نوضع بيكلام دوت بقولك عين النقطة الحارجة للدلة سمعين نوعها من حيث كونها عظمة محلية او عظمة محلية ان وجدت ان وجدت ايه فيها عظمة ولا فعش عظمة يعني اشوف انا هل اي عظمة محلية او صورة محلية دل سين بتسوي ستة ناقص سين ناقص تغيطة كل تربية ايه مدلة بتاعتنا اجيب لايه نقطة حارجة واحدد عظمة محلية واحدد صغرى محلية دا لو فيه دا بنشوف انا اخد المشتقة الاولى دا الشارتة سين هتسوي ايه هتسوي ناقص اثنين سين ناقص تلاتة بتسوي سفر يبقى سين بتسوي كام سين بتسوي ثلاثة يبقى دلت سين اللي هي بتسوي ستة ناقص تلاتة ناقص تلاتة كل تربية بتسوي كام بتسوي ستة انا جبت سين وجبت دلت سين يبقى دلت لها نقطة اوه لها نقطة حارجة يبقى دلت سين اللي كان بقى تلاتة وستة لانه هما نقطين دول اللي خلوا الدلت بتاعتي بحط الاشتكاج او الدلت الساوي بتاعتي مالهم بتسوي كيمة السفر اتفهمت وسط يعني ايه نقطة ايه الحارجة ايه نقطين اللي هو بالفترة من تلاتة النقطة تلاتة و النقطة ستة 3 و 6 دول هي نقطة عظمة محلية للدالة ديل من الدالة للتلاتة بتساوي 6 هي قيمة عظمة محلية للدالة ديل يبقى نقطة 2 دول باشوف مين فيهم الكومة الأكبر اللي قتلت عندك كومة 6 يبقى الدالة بتاع التلاتة بتساوي 6 قيمة عظمة محلية للدالة ديل طب بالنسبة للقيمة العظمة المطلقة والصغرى المطلقة عايزين نقدر نعمل حسابات ليهم هناخد دلوقتي كيفية حساب القيمة العظمة المطلقة والصغرى المطلقة لما أنا عندي دال للدال معرفة على الفترة من ألف وبي فإنه لحساب قيمتها العظمة والصغرى المطلقة نعين نقطة حرجالها ثم نوجد قيمة الدالة عند هذه النقطة وكذلك عند الطرفين ألف وبي في حادية نحص عليها نحص على مجموعة القيم ويكون أكبر قيمة ديها هي قيمة العظمة المطلقة وأصغر قيمة هي القيمة الصغرى المطلقة ناخد تبني على كلام دوت عشان يوضح المفاهيم السابقة وكذلك أوجد القيمة العظمة المطلقة والصغرى المطلقة للدالة دال هايسو الدالة بتاعتنا دال سين بتساوي سين تكايب ناقص 9 سين تربية زائد 24 سين ومديني الفترة بتاعتي من 0 إلى 6 هنا من الأول حاجة هنجيب دال شارطة سين هتساوي ثلاثة سين تربية ناقص 18 سين زائد 24 ده بالنسبة المشتكى الأولى بتاعت الدالة بتاعتي نشو بقى تساوي كم؟ ناخد ثلاثة عام مشترك ونفتح قوس يبقى سين تربية ناقص ستة سين زائد 8 ونقف القوس بتاعنا هنحل المجدار الداخلي اللي هو سين تربية ناقص ستة سين زائد 8 هيتحل ليه؟ هيتحل السين ناقص 4 مدروف مين؟ في السين ناقص 2 يبقى دالت شارطة سين بتساوي 0 يبقى إذن ثلاثة سين ناقص 4 مدروف قوسين ناقص 2 جدا بتساوي 0 يبقى سين عندي ناقص 4 بتساوي كام؟ يبقى سين ناقص 4 وفي الحالة ان سين ناقص 2 بتساوي 0 يبقى سين بتساوي 2 يبقى دالت 0 بتساوي 0 هنعوى بقى هنحط قيم بتاعتي؟ أعوض 0 و 2 و 4 و 6 كل القيم دا تاخدها أعوض بها هو الدالة بتاعتي كده هنبدأ نعوض بقيم الفترة بتاعتي من 0 ل 6 وهناخد دالت 0 و 2 و 4 و 6 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 9 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 كده ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 مطلقة للدلة في الفترة من سفر الى ست يبقى انا كده اتبعت خطواتي ان انا كل اللي عملته جبت المشتركة الاولى للدلة جبته قيام السين قيام السين اللي انا جبتها اللي هو سفر واثنين واربعة القيام دي انا ملتزم بيها بعوضت بيها سفر واثنين واربعة وعندي كده كده الستة اللي هو ناية الفترة باخد الارقام دي وحطها وعوض بيها في المعادلة للاسايا بتاعتي يشدديني قيم بتاعتي عشان قدر احصل على كل من القيمة الصغرى المطلقة وقيمة العظمى المطلقة للفترة من سفر وستة ناخد تمرين تاني ولكن اوجد القيمة العظمى والصغرى المطلقة للدلة دال حيثو دال سين متساوي سين تكايبنة 9 سين تربية زيادة 24 سين في الفترة من كام؟ من سفر للثلاثة اظن بقت خطوات محفوظة محفوظة اناعمل ايه؟ اول حاجة هياخد المشتاكة الاولى هتبقى كام؟ هيبقى للمدلة بتاعتي سين تكايبنة سين تربية زيادة 24 سين ثلاثة سين تربية ناقص 18 سين تمام زيادة 24 هناخد ايه؟ ثلاثة عام مشترك هتفضل لي داخل الكوس سين ناقص 4 ها في سين ناقص 2 يبقى لكل عملته وفرت خطوة دي انت باي اعملها مش كله خطوة كل ما انت عندك بلاك ورياضية تلاتي انت وفر خطوات تمام نشوف احنا جبنا المعدة بتاعتنا اتفضل لي سين ناقص 4 ايه العمل السفر بتاعها للسين يبقى السين بتساوي 4 او سين بتساوي 2 طب في حاجة دلوقتي الاربعة دي بتنتمي لفترة بتاعتي بص كده الفترة فترة كام؟ فترة عندي من سفر للثلاثة يبقى ازا كل ما الاربعة ديت مالها دي برا ايه؟ برا الفترة بتاعتي طب يبقى انا هعوب بايه؟ يبقى اعوب بسفر واثنين وثلاثة يبقى ازا الاربعة هتبقى مستبعدة لانها لا تنتمي للفترة بي مش عاوب بيها يبقى الدلة بتاعتي ديت قيمة العظمة وصورة لها الاربعة دي مستبعدة يبقى اول حاجة عندي فضل مين؟ دلت سفر مساوي كده مساوي سفر بعد كده دلت مين؟ دلتت مين؟ انا عاوب بقيمة اني دل فيهم الدلال اللي فوق تنساش انا مش هطهولك ويسيبلك انت اللي تعاوب بنفسك ابدأ اعوض في الدلال الاساية بتاعتي هيطلع الناتج بتاعي عشرين بعد كده انا عاوب بقيمة كام اللي هي النهاية اللي هي ثلاثة هتساوي كام؟ هتاب الساية في الاخر ١٨ يبقى انا خدت اول فترة واول فترة ده اساسي وخدت اثنين واستبعدت اربعة وهنا ليستبعدنا اربعة لان اربعة بالنسبة لنا كان بالنسبة لكيام سين في الدلال خارج حدود الدلال بتاعتي اللي هو الفترة اللي مدهين وتروا مني كده طبعا بسهولة جدا اقدر احدد القيمة اللي هو عظمى المطلقة للدلال ديت هي كام؟ دلت كام؟ مش ثلاثة دلت اثنين طب وكيمة الصغرى؟ كيمة الصغرى مفيش خلاف عليها بالنسبة لنا هي دلت السفر اللي هي بتساوي سفر يبقى انا مقلقش ان دلت اثنين كمية اثنين ودلت اثنين لا مظبوط وما اجي اختار اركز ان انا بختار الناتج بتاعي اللي هي دلت اثنين اللي هي بتساوي عشرين هننتقل دلوقتي المشتقات الاولية المشتقات الاولية في الدول بتاعتي ليه باخد المشتقات الاولية؟ عشان احدد التحدب لاعلى ولا التحدب لاسفل واحدد نقطة الانقلاب كل دا من ضمن الحاجات بتاعت السلوك الدلت بتاعتي قبل ما اخش لازم نعرف عندنا نظرية الاول ايه نظرية تاعتنا بتقول ايه؟ بيقولك اذا كانت المشتقات التانية اللي هو دا شرطتين تسين ما العداد المشتقات دي اقل من الصفر في منطقة 100 فان المرحنة يكون محدبا لاعلى في هذه المنطقة يبقى انا بقدر استدل انا كان دا من المشتقات التانية مش المشتقات الاولى نحن بانا دال شرطتين تسين يبقى اذا كانت دالت شرطتين تسين يبقى اذا كانت دالت شرطتين تسين او دالت تانية للسين مش طقة تانية اكبر من الصفر اه فان منطقة اللي لنا شغال عليها في المرحنة بيكون محدبا لاسفل يبقى اسفل بيكون كنت دالت مشتقات التانية مالها بيكون اقبر من الصفر انما العكس بيحصل لما يكون الدالت بتاعتنا بيكون اقل من الصفر بيكون التحدد الاعلى ما كان دي التحدد التحدد بتاعي بالنسبة الاعلى او الاسفل عن طريق مش طقة التانية طب ناخد تعريف صغير كده ولكن النقطة التي تفصل بين منطقتين تحدد الى اعلى الى اسفل تسمى نقطة الانقلاب شيء طبيعي طبعا ان لو عندي مرحنة ماشي السلوب بتاعه مرة تحدد الى اعلى ثم تحدد الى ايه الى اسفل النقطة اللي ينتقل فيها دي اثر أكداد ماشي تجاهى واحد لم يحصلش تغيير الى ماشي تغير الى اشارة المشتقة التانية إن التغير في الإشارة هو اللي بيديني إن فيه المرحلة بتاعي مرة تحدوب الأعلى أو مرة تحدوب الأسفل يبدأ أخب بقى التمارين على كلام دو عشان نقدر نستوعب الملحوظة والتعريف والنظرية اللي احنا كنا نعليه من شوية ولكن دالة دال حيث دال سين بتساوي تلت سين تكايب ثلاثة سين تربية زائد ثمانية سين عايز من إيه في التمارين دوت اوجد منطقة التحدوب إلى أعلى وإلى أسفل ونقطة الانقلاب إن وجدت ونقطة إيه إن وجدت يعني ممكن مش فيه نقطة دالة احتمال وارد دالة سين نحط الدالة بتاعتنا الأول قدامنا اللي هو تلت سين تكايب ناقص ثلاثة سين تربية زائد ثمانية سين وجد معي مستكال تانية لاوجد تجيب الاول الأول ده السين بتساوي سفر يبقى هنساوي اثنين سين ناقص ستة بالسفر هناخد اثنين على المشترك بره يبقى سين ناقص ثلاثة بتساوي سفر يبقى إذا سين يتساوي كام؟ بتساوي ثلاثة إذا أنا كده إذا بتحدد نقطة بتاعتي بتاعت كونت الدلة ثلاثة دايات بالنسبة لنا هرسم على خط المرحنة عشان نقدر أحدد الإشارة بتاعت المرحنة بتاعي يبقى حط المرحنة إذا اللي عيصر المرحنة تبقى سالب واللي عالمية تبقى موجب سين بقى فلاس ما قدامنا يبقى الانقلاب في الموجب فين؟ يبقى المرحنة تحددوه إلى أسفل والسالب إلى أعلى يبقى معنا كده بقالنا ده الشرطتين سين مالها أقل من السفر بكل من أي فترة الفترة اللي هو إيه؟ من ثلاثة لنقص من الانهية يبقى المرحنة ماله هيكون محددين لأعلى في فترة دي يبقى الفترة ديه على الشمال اللي هو أقل من ثلاثة لغاية إلى نقص من الانهية مالها ديت الفترة دي بيكون تحددو فيها لأعلى طب لو أنا عندي بقى في الفترة التانية اللي هو سين بتاع أكبر من السفر في الفترة بتاعتي من كام؟ من ثلاثة إلى مالها نهية بيكون تحددو لفين؟ كنت تحددو لأسفل ما كنت تحددو بتاعي في الفترة بتاعتي اللي هو على يمين أو على يسار اللي هو النقطة بتاع النقطة الثلاثة طب دللت تلاثة ديت لو أنا عايز عوض أجبكم بعوض فين؟ في المعادلة الأسسية يبقى تلت مضروة في ثلاثة أسي ثلاثة نقص ثلاثة مضروة في ثلاثة أسي اتنين النكتب ده كله تسعة سبعة وعشرين زيادة الابعة وعشرين هتساوي ست يبقى اذا النقطة لتلاتة وستة هي نقطة الانقلاب يبقى النقطة بتاعت الاحداثي اللي هو تلاتة ع السنائة وستة ع السادات هي النقطة ديت اللي منحنا بتاعنا بينقلب عندها في الدلة السابقة الترمين ده الهدف منه اننا استخدام المشتقة تانية عشان اميز من 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 القيمة اللي هي العظمة المحلية والصغرى المحلية ونقطة الانقلاب للدلة ده السين بتساوي سين تكايب ناقص ثلاثة سين تربية ناقص 24 سين زائد 12 انه وجدت ده مين انه وجدت نقطة الانقلاب يبقى على طول هنشتغل هناخد مشتقة الدلة على طول ده الشرطة سين ليه بتساوي ثلاثة سين تربية ناقص ستة سين ناقص 24 جبنا المشتقة اللي اولا للدلة بتاعتي اللي هي هتساوي هناخد ثلاثة بره اعمل مشترك هديك سين تربية ناقص اتنين سين ناقص تمانية هتساوي ثلاثة هنحلل سين تربية ناقص اتنين سين ناقص تمانية هاي بمكن تساوي ايا كما سين ناقص اتنين سين تساوي ناقص اتنين قليل قليikke ناقص اتنين عند مين؟ عند ناقص اتنين عند ناقص اتنين عن رفع انا اعود في دلل القسي لأعوذان تبقى انا كل اللي اعملوا هتديك الكيام على وطول يبقى نقس 2 هتطلع معك نقس 4 ودلل لل 4 هتساوي نقس 68 يبقى اذا النقط انا جبتهم جبت النقط الحارجة بتاعتي ايه نقط الحارجة نقط حارجة نقط القسي بتاعتي اللي هي نقس 2 و 4 تمام ونقط التانية اللي هو 4 ونقس 68 دي نقط الحارجة دلل مش هنشتغل ايه تاني بقى عايز اجد المشتوق التانية انا جبنا ايه جبنا النقط الحارجة عايز اجيبني بقى اجي المشتوق التانية اه اللي هي هتساوي المشتوق التانية هتساوي دلسين هتساوي ستة سين نقس 6 بالتعويض بنقس 2 و 4 اللي نقط العطوم الكوام بتاعت مين بتاعت سين هيديني الكوام ايه النقطة العظمة المحلية والنقطة الصغيرة المحلية هنشوف ازاي اول حاجة عندي المشتوق التانية نقس 2 هتساوي ايه في المشتوق التانية بتاعتها هتطول هيبقى ناقس 12 ناقس 6 هتساوي ناقس 18 طب ناقس 18 داية اقل من الصفر او اقل من الصفر يبقى ايه منها داية يبقى اذا ناقس 2 و ناقس 4 نقطة عظمة محلية ليه لان هي اقل منين من الصفر طب انا عابل اربعة بقى نشوف سلوك هايه اما عابل اربعة هيديك 24 ناقس 6 هتساوي كم دا؟ هتساوي 18 أكبر من الصفر اللي هيديك ايه اربعة وتمانية وستين مانا داية دي نقطة صغره محلية لان هي اكبر منين؟ اكبر من الصفر ايه فراز داوت المشتقة التانية لده السين اللي هو ستة سين ناقس ستة انا من في ايه؟ انا هواب بقى فيها ناخد السين ستة عام مشترك هتجين لجوا سين ناقس واحد نفس اخطوط ايايه هوجد القيمة بتاعت مين؟ بتاعت العمل السفر اللي هيبقى دا المشتقة التانية السفر بتساوي ايه؟ بتساوي سفر ازاي؟ اه محط قيمة في المعادة بتاعت اللي هو سين مدروه في سين ناقس واحد هيبقى سين بتساوي سفر سين بتساوي واحد يبقى دلة واحد انا اعواب بها ممكن تسيليها بتساوي واحد في الدلة بتاعتي انا دلة دلة القاسية اللي فوق خالص يجعني ايه؟ اللي هو دلت سين ذات نفسيها يبقى هيبقى واحد الكلتها كيب ناقس 3 مدروه في واحد كل تربيع ناقس 24 مدروه في واحد زائد 12 هي كم دا كله هيسمه معي ناقس 14 نكون ان هنا حالة النهاردة وارجو الاستفادة الكاملة ان احنا نبدأ نطبق كل دوا عشان نقدر نرسم الدلة نقدر نحدد نقطة الانقلاب نحدد القيمة الوظمة المطلقة وقيمة الصورة المطلقة دا كله مش هتم غير لما اطبق بيدي وابتد اشتغل واحدد النقطة بتاعتي وحل بيدي المعدات وارسم المنحنة بتاعي بتاع الدلة عشان اقدر ارسم دا كله والذي كنت انا الحالات اللي فاتت من الجزء دوت تكون هي بالنسبة لي اساس وده كله هيبان لما شوف انا هقدر يرسم الدلة بتاعتي ولا هيبقى فيها عند المشكلة ارجو ان شاء الله ان في مشاكل والناس تكون استفادت من الجزء اللي فاتت تقدر تطبق بسهولة على كيفية رسم الدلة ودراسة